دع نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة خالد بحاح كافة المنظمات الصحية العربية والدولية بمساندة الوضع الصحي في اليمن وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والنفسية والطوارئ وفي سياق المنفصل أكد بحاح على الأهمية الاستثنائية التي يكتسبها التحرك الدبلوماسي والسياسي في عمل الحكومة ودوره في تعزيز مواقف مختلف الدول ودعمها للدولة في مواجهة المتمردين هذا وقررت الحكومة اتخاذ جملة من التدابير والإجاءات التي من شأنها تعزيز دور السفارات وتمكينها من القيام بمهامها ونشاطها بصورة طبيعية ومعالجة الصعوبات القائمة أمامها الحكومة اليمنية في قبضة الميليشيا إلى المنفى مر نحو عام ونصف على تشكيل حكومة الكفاءات أو ما عرفت بحكومة الشراكة الوطنية التي جاءت عقب اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر بعد اجتياح ميليشيا الحوثية العاصمة صنعاء واجهت حكومة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح جملة من التحديات أبرزها هيمنت ميليشيا الحوثي على القرار السياسي والسيطرة على مؤسسات الدولة وهو ما فاقم من المشاكل في طريقها نهاية يناير من هذا العام قدمت الحكومة استقالتها وخضع أغلب وزرائها للإقامة الجبرية في قبضة الميليشيا بمن فيهم رئيس الوزراء الذي استأنف مهامه كرئيس لحكومة مصغرة بتكليف من الرئيس هادي في الرياض قبل شهرين من الآن اليوم وبالمزيد من التعقيدات دخلت الحكومة اليمنية شهرها الثالث في الخارج وباتت مشكلتها كغيرها من القضايا التي تخصصها للنقاش المتعلقة بالتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي وأوضاع السفارات والبعاثات الدبلوماسية في الخارج بعد أن فشلت في إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية منذ نهاية مطلع مارس الماضي تدير شؤونها من العاصمة السعودية الرياض وفي السابع من نوفمبر تشرين الثاني من العام المنصرم أصدر الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح من 36 وزيرا بينهم أربع سيدات